الصفاء بتدرس وبتقول هي أنا سألت أنت في نص الطريق في الدراسة قالت أيها هي شعرة دلوقتي أنها مش موفقة في مجال الدراسة وعايزة تسيبه طب لو أنت مش موفقة يا صفاء توصلي لنص الطريق يعني أنا بدرس في جامعة مساء أربع سنين ولا سبع سنين وأنا في نص الطريق كده طب اللي فات ده عدته إزاي لو أنا مش موفقة فأنا أنصحك يا صفاء تسيب الأفكار السلبية دي ومدام يعني دمت بدأت هذا الطريق أكمله والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ومن يتحرى الخير يعطاه فأنتي عايزة الخير من وراء هذا العلم وإنما العلم بالتعلم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده كل شيء يجهله الإنسان يسعى بس يتعلم يعرف يروح للأسدزة يجتهد أكتر عايز مجهود أكتر ما تجتهد أنت وراك إيه وطلب العلم ما فيش أشرف ولا أعلى ولا أعظم منه وعلى رأسي طلب العلم طلب العلوم الشرعية وكل علم النافع ينتفع به الإنسان فيه دنيا وفيه أخرى كملي إنما العلم بالتعلم روحي تعلمي وعرفي اللي أنت مش عارفاه ولما تبزلي مجهود كده وتتعابي فيه تحسي بحلاوة إنك حققتي النجاح فيه مش شايفة أبدا تسيب الجامعة بتاعتك ودايما عليك بالمعوذات والأذكار في الصباح والمساء يا صاحبة السؤال وأسأل الله لك المعونة وأسأل الله سبحانه وتعالى لك الصحبة الصالح هل معنا وقت التقوى؟ طيب يا تقوى إن شاء الله في الأسبوع المقبل نجاوب على السؤال بتاعك ومولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلقي كلهم اشتركوا في القناة